أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري كان من المفترض أن يتم إجراء هذا اللقاء في إطار مباريات الدوري الأوروبي بين نادي بشكتاش التركي ونادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في مدينة إسطنبول لكن الشرطة التركية أصدرت رسالة وكلمات وجهت للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفة بأنها لم تكون قادرة على التحكم في مشاعر وتصرفات الجماهير التركية إذا ما أتى لها فريق إسرائيلي خاصة بعد أن لاحظنا ما حدث للإسرائيليين في أمستردام وكيف أنهم ضربوا ضربا مبرحا وكيف أنهم تعرضوا لمضايقات كبيرة من قبل الهولنديين بعد أن رأوا عنف وخروج عن النص من قبل الإسرائيليين الصهاينة عموما أرحب من جديد بالسيد عبدالوهاب إكنجي المحلل السياسي التركي المعروف أهلا وسلم بحضرتك سيد عبدالوهاب من جديد أهلا وسلم بكم كيف ترى اعتذار الشرطة التركية عن تأمين هذه المباراة التي تجمع فريق إسرائيلي صهيوني جمهوره يتباهى بقتل الأطفال في غزة وقالوا للإتحاد لربية لكرة القدم نحن لن نكون قادرين على تأمين هؤلاء في إسطنبول طبعا هذا اعترافا بالواقع لأن الشعب التركي لا يمكن أن يتحمل استدافة هذا الفريق المجرمين في إسطنبول ولكن في نفس الوقت ليس هناك حاجة للاعتذار إن حتى ولو كان هناك إمكانية لأجل الحفاظ على الأمن يزم أن لا يكون الباب مفتوحا لهذا الفريق المجرم الذي يأتي ويمثل الكيان السهوني الذي يقتل المسلمين والمعصومين ويتجوز الحقوق